منتخب ليبيا منتخب محترم جدا متصدر المجموعة جدا وقتها ماشي مين بقى متصدر المجموعة الوقت سيبك من المتصدر بقى هو ايه اللي سيبني منها وانا لما هروح للمباراة الفاصلة هتخليه نكمل ولا هتبعد انت تتكلم انت بتسألت سيبنا كامل لسه ما سألتش على فكرة مش انت بتقول لي انت بتهجمه ليه هقولك ليه وبعد كده خش على سأل تاني ايه دلوقتي انا بقول لك ان هو بيناكد نفسه ان هو لما قال لك انا عندي المنتخب اللي هو ما فيش نكمل ايه واحد لا ما تقولش دلوقتي وتستنى شوية لغاتما تعدي بسلامة الله الجابون وانجولة وبعد كده هيبقى بداخل بتاع المستوى الاول ورينا امكانياتك يا وحش ورينا بقى هتعمل ايه بقى يا وحش والتاكتك بتاع وانت عايز تفهمني ان هو مثلا عمل تاكتك في العشرة ايام دول قلب الدنيا ما قلناش قلب الدنيا بس فيه تحسن مش تحسن بص مصر كلها وقفت وراء ده طبيعي ايوه بس ما وقفتش ليه وراء حسامة بدري بص احنا عايزين ما نتحدش احنا منتكلم على مجير فني دلوقتي لا ما هم جابوه ما هم جابوه هم جابوه اولا عشان يقول لك ايه الراجل شخصيته قوية جدا انا مش عايز شخصيته قوية بقى انا عايز شخصية قوية فنية واخده لك انما ما تجيش وانت كسبان تلاتة صف استنى بس اه طبعا طبعا ليه سبب لانك انت كسبان تلاتة صف حكم متسرع لا يا حبيب بص ده لا لا عارف ده وما طلعش منك حاجات لا 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 مش هتطلع لا 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 اسمع باز عارف ده وربنا متكلفها ما هو انت لما تكون كسبان تلاتة صفر وتعمل لي تغيير الطرق حامد وبعد كده تغييرت حمد فتحي طب ما انا زود عشان نقول فيه تغيير اللي انت بتقوله ده الراجل عنده نزعة هجومية انت عايزوا يلعب كرة هجومية باحتة انت كسبان تلاتة طب هنشوف بقى كوف تجون ماشي وكان فرقة ليبيا ضغطت عليك في اخر ربع الساعة ماشي اعمل التغييرات الدفاعية يا عم ماشي انما انت كسبان تلاتة صفر كانت رضا لو هو ما عندوش النزعة الهجومية احنا بقى نقدي ايه ما كسبناش فرقة خارج الارض او على ملعبها تلاتة صفر او النتيجة دي يا راجل ده انت تشاهلهم سبع صفر ملهاش على عقب سبع المهم ان انا كسبت تلاتة صفر كسبها الليبيا تلاتة صفر مهومة انت روحت بربع متصدر المجموع اربع كور رو جبتي تلاتة انما ما فيش الاداء اللي انت ايام كابتن حسن شحاتة ما تقوليش ما فيش بقى اللي هي التجانس قلنا الوضع مختلف في ايام كابتن حسن شحاتة كل شيء تتكلم انت يا اسلام انا مش اتكلم انا برد عليك كابتن لا ما تردش عليها سبنا تتكلم ما تقطيقنيش عشان بتنرفزلي ما نرفزك؟ اه يعني ما تكلمك؟ اه يعني انت برضو من الناس اللي هي دلوقتي ها اقولك على حال لا اطاب لي انا بقولك ابعتلك الأسئلة على واتساب وانت ترد؟ اه ماشي خلاص ونبعد كده ونبعد على الصفحة عشان بيتنرفز لما انا بس اصلا انت بتقطيقني خلاص ما بتدينيش ان انا اوصل معلومة للناس الموبايل بتاعك فين؟ ها بعطلك الأسئلة ماشي تبقى بعطة فهو ماشي بص حبيبالي احنا دلوقتي بنتكلم على حتة تكتيكية بحتة انا كسبان ثلاثة صفر وانت جايب الراجل اسمه كوكا هتديله امتة وانت كسبان ثلاثة يعني ده هياخد امتة ما انت خلاص قلت المطش الاولاني ماشي الكهربنة وكسبانين واحد صفر احنا عايزين نحافظ عشان ان هما كانوا ست نقاط واحنا اربع نقاط فكنا لازم نعدي المطش دوقت عشان نبقى سبعة هما ستة نروح هناك يبقى معنوياتنا اعلى ماشي ماشي انت ربنا كرمك وجبتي ثلاثة قل لي تغيير الطريق حمد ايه وحمد فتح ايه وانت ساي زيزو واخد بالك ابراهيم عادل وكوكا اللي انت بتجيبه وقلت عليه ومشيت محمد شريف بسببه طب نشوفه اديره وكسبان ثلاثة وانت كسبان ثلاثة عشان نشوف الراجل ده هل ان يجي تاني ولا ما يجيش ووفر تذكر السفر ولا ده غلط احنا بنتكلم على كده كان في الحالة دي بقى والله هرفع لكم اقول الراجل ده نزبر عليه شوية بقى لان ايه بدأ يفهم ثقافة اللعيبة المصرية واللعيبة المحترفة يعمل التغيرات دي وانت كسبان ثلاثة اتفاجئ ان هو بنزل حمد فتحي وطريق حامد طب حمد فتحي لما نزل درقا ايه اولا بطيء جدا حطه ناحية اليمين ليه حطه ناحية اليمين ليه مش هو اتطرف راحل على صلاح ووقف ورا صلاح طب عملت ايه لباصة صح ولا قطع صح ونزل طيشة مش عارف هو واقف ازاي لان مش عارف درق ايه ولا عارف اصد ده مش مكانه فانت طبعا تويته طب لو واحد زبرهيم عادل ونزل وجاب جون ولا عمل جون يبقى انتك سبت خامة احنا كلنا يعني بنقول ان ان شاء الله ده امل مصر الفترة اللي جاية مع صلاح ومع رمضان صبحي ومع تريزيجي ومع الناس اللي هي بعد كده ربنا هيديها زيزيز ووي 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 يبقى انت عملت كوادر لما انت رايح تنزل طريق حمد وانت كسبان 3-0 وحمد فتحي وانت كسبان 3-0 قلته بتقول لي اصل كروشي كسب ليبيا طب ما انت ادي للناس دي عشان نشوف كوكا هل ان هو يصلح ان يجي تاني ممكن نجيب جون يبقى انت كده ان هو الفترة اللي فيدي كلها تظلم فيها المدربين ظلمته لان الراجل ده بداف بدأ ما احنا عملين نتريع عليه ونقطع فيه هو كان يخلص مواجم كويس جدا احمد حسن ايوة بس ما انا بقول لك لو ما خدش دلوقتي هياخد امتى فقلت ورهولنا بقى وانت كسبان 3 نشوف الراجل ده تحركاته حتى لو ما اجابش جوان المحطة اللي هو بيتمايز بها اي حد بيلعب في الحتة دي ان هو القاضي هيجي منه انما انت دلوقتي ما اقنعناش اني يجي ولا ما يجيش بعد كده بقى انا حكمت عليه في النقطة دي قلت بقى امال بقى لما ان شاء الله بإذن الله بقى نخش بقى على المستوى الاول واللعب بقى فرقة زي الجزائر ولا المغرب ولا تونس ولا السنغال ولا هنعمل ايه طب احنا لعبنا في المطش ده بخمسة فندرات هنلعب بكمة فندر بقى في المطش اللي هو بتاعة المغرب وهي ليه ما تقولش انه هو بيلعب حسب قدرات اللعينة او يعني بي بيغير التاجيرات حسب القدرات اللي قدامه لا لا خالص زي كوبر ما كان بيعاب يا عم خلاص كوبر ده كان وقت وانتهى انت هترجع لي كوبر تاني ما هو نفس الكلام ما هو ده كده ما هو نفس الكلام جات في مطش مصر وليبيا الاولى بيردو ايه ده اذا انت عندك احسن لعيب الكرة في افريقيا تخوف الفرق اللي ايه جاي تلعبا ادي درس في مطش ليبيا ده اكسب خمسة ستة عشان تدي جرس انذار لانجولا والجابون هو انت معاك حد في المجموعة احنا نضحك على بعض هو في حد في المجموعة ماشي لبيا اه لما كسبت انجولا والجابون والكلام دوت لما جات عندك خسر وده طبيعي مع كل احترام ليهم انما انت امت تقول انما كن معاك ناجيريا تكون معاك المغرب تكون معاك تونس كن معاك الجزائر اه يبقى في الحالة دي وانت بتصعد فرقة واحدة اه يبقى كل ما تش تعديه يبقى انت بتقول الحمد لله انما انت ما عندكش فرقة لو ما صعدتش بدول هتصعد امتك طب لما اندري بيجي يمسك فرقة تبقى مش متصدر للمجموعة وعنده بعد اسبوع او بعد عشر تيام عادي جدا انت لو جبت ودي ديجلا اسمع بس وربنا لو جبت ودي ديجلا لا مش هتخليك تسأل فديك هو انت عايز نسأل على مزاجر وربنا لو جبت ودي ديجلا اللي نزلت درجة تانية اكسم بالله ولعبة ليبيا اكسم بالله هتكسب ثلاثة وتعمل احلى ده واحلى كورة لا انت متحامل كابتر لا 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 انت عمالين بقى انت مراعون دلوقتي انت مش عايز حد يعرضك في الراجل اه ليه اه ديكتاتور لا مش ديكتاتور الديكتاتورية انتهت هنا اسمع هنا ده بيقرى الراجل والحمد لله رب العالمين وعلى يدك مفيش حد تكلمت عليه الا مصري بعد كده بتتكلم عليه يعني انا اقولي الاول اجيبلك من الاخر تفضل انا ماشى تاني بس انت اماشى تاني اه في التحليل وكانك في الكورة كابتن ميمي هو الهى عليك وانت بتلعب هاتلي مرة ان انا يعني وانت بتلعب قلت حد عليه مثلا مش كويس او فرقة مش كويسة او مدر مش كويس وطلع كويس هاتلي افتكت كارترون مالو كارترون كارترون ماخد الدوري وكنت كنت بتقطع مش انا لسه مراهن معك انا قلتلك ست مطشاط وهي مش حصل لا انا انا اكلمك عالموسم اللي فاتح انت بتقطع في كارترون وكارترون خد الدوري مع الزمال بعد اللي حصل ده في نادي الزمالك ومسلماني اكسم بالله ده عناية الهية تكيز جونياس انت يعني بتعتبره هو افضل مدر مسيقه الاهل والزمالك ومنتخم مصر ما عملتش حاجة حبيبي ست مطشاط يا راجل ده فرقة علي الحرام عايزة اكسم بالله استهدى بالله اخاف انا رفزك اه 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 خلي بالك استهدى انا مالي بص تكيز تكيز ده من احسن المدربين اللي جوم طول ما مدربين اجانب جوم مصر انا ده من احسن مدربين هو وجوزيه وفايلر ام المشولي بفرامت انت جايبه ست مطشاط ده انت عندك لعيبة تمشي مصر كلها مش تمشي مدرب تمشي ده فيه لعيبة بتختار بين اللي لعب جنبيها ومن اللي لعب قدامها عايزي تانى اكتر من كده فرقت على البيراملز بعد يعني في الكونفيدرالية ما تفرقتش لسه مع اهاب جلال لسه هتحكم عليه في الدوري سيبك من الكونفيدرالية وسبك من بطولة افريقيا لان انت بتلعب في فرق كلها زي الجابون والانجولة والكلام ده لما انت هتحكم عليه بجد بقى الدور المصري ان انا عارفك وهلعب بطريقة هكتفك مش هخليك تفلفز قدامك